السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مراتان في قناتي قناة موني ستايل ويلا بينا على الجزء الثاني من المشتريات عشان الفيديو دو ما يكونش طويل ويكون كملتلك كل مشترياتي من روما وفرنسا ويلا بينا على الفيديو الجزء الثاني لما روحت فلورنسا وزي ما قلتلكم فلورنسا وبعد كده جان ميلان فلورنسا اشتريت من الأوتلت أول حاجة لازم أبدأ بيها الفيديو وكنت نفسي 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 أقتني حاجة براند أورجينال كانت مكي مايكل كورس طبعا أنا بحب برفانات مايكل كورس جدا وبحب أقول لكم إيه أي حاجة من مايكل كورس بحبها الحزمة الوالتس الشونط بس غالية جدا جدا هناك كانوا عاملين في الأوتلت الموديلات اللي هي يعتبر كانت في آخر 2019 خلاص بالنسبة لهم كده خلاص لكن الأسعار ما زالت عالية لكن مش زي الحاجة اللي هي الجديدة خالص يا رب الشنطة تعجبكم وتعالوا شوفوها ودي شنطة امي كي اللي جبتها اهي أورجينال وأول مرة موني يكون عندها براند غالي وحلم من الأحلام مش حنكر ده وحفظة لطول عمري مش حنكر إن كنت بنت بسيطة جدا لكن عندها أحلام كنت بنت فقيرة لكن عندها أحلام وزي ما قلت لكم طالما مصر على الحلم هحوش واكتهد وسافر واتعب وعمل جماعيات لكن استرف لا هعمل جماعيات وحوش سنة في اتنين في تلاتة ولو بعد 40 سنة بقى عمري لسه بحقق في الحلم وحنحقق في الحلم ومع بعض لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتعملي كمان شير لكل صحابك وكمان تعمليلي اشتراك عشان تشجعي موني ستايل عشان تكمل حلمها ودي شنطة امي كي ورهاكت من جوة اهي انا بلبس من جس يعني عندي براندات جس عندي براند كنت جايباه في بزار 90% كان مش عارفة البراند كان ايه بس كان يعني برضو كان براند عالي لكن مش زي ام كي اللي فاضل لي ال في وبرادا هحققه مش عارفة بس ما زلت عندي الحلم ان يكون عندي جوتي برادا ال في تلات براندات دول يا ترى العمر هيكفي اني اشتري الحاجات دي مع التحويش وكده هل مع العمر ده يفضل الحلم خلينا نحلم ونحوش وندبر ونشوف هنقدر نشتري ولا لا يمكن اعود معاكو واقول اشتريت ويمكن انت تقولوا ياه والله يرحمك يا منال كنتي نفسك تشتري وما لاحقتيش بس اكيد هتدعولي بالرحمة فنكمل المشتريات دي الشنطة من جوة فيها كمان عايز اقولوكو السستة حوية جدا فيها كمان الجيب اللي هو ده اهو دي كانت ام كي بدعولي اجيب المرة الجاية السفرة الجاية ال في او جوتي جوتي غالية جدا دخلت جوتي يعني فوق الالف يورو بعد الاوتلت فاللي هو هبل ماقدرش طبعا فدي كانت جبت فوسر برضو ده من الاوتلت كلكم عارفين طبعا مركة فوسر لو بقولها صح او فوسيل شوفوا بقى انتوا قلوا لي بقى انتقها صح ولا غلط جبت الشنطة دي كنت لازم اجيب شنطة عملية شوية مش قادر اقولكم ريحة الجلد بتاعها عامل ازاي بصو الشنطة اهي تمام المهم ان هي في حدود كانت حوالي 12 دينار او 11 دينار ونصف فوسيل مش هلاقيها بالسعر ده عايز اقولكم الجلد ريحة لكم برضو من جوه اهي اهي ميكي وفوسيل وبعدين اشتريت من مركة ايطالي معروفة على فكرة بس مش معروفة اوي هنا في الكويت اسمها كابريسا كاربيسا كاربيزا كاربيزا دي مركة ايطالي ميدن ايطالي بس على فكرة وموجودة في اسعارها معقولة لكن برانت جبت بالاحمر انتو عارفين بحب الاحمر اهي وفيها من جوه سوستة محطوطة عليه في ميلان برضو برضو حاجة لازم اقتنيها وهي الفرشة والروج فاشتريت الفرشة دي اهي هي هنا كيكو ذكرى ان انا رحت ميلان واسمي كمان على الفرشة موني ستايل هدل على نفسي وكمان اخترت علم الروج ده وكتبت عليه موني اعتقد ولا مانال مش عارف لا مانال سليمان خليت واحد الفرشة موني ستايل والتاني عليه طبعا الروجة ما بتشتريه بتشتريه سادة خالص من هنا مفيش وبس مكتوب عليه كيكو اوليكو بس اللون الروج اهو ده اللون الروج اللي جبته اهو تمام البنت قالت لي هناك انك بعد كده لما الروج يخلص تقدري تاخدي الغطا وتجيبي قلم تاني وتحطي عليه عشان يفضل اسمك موجود هو بصوا مغنتك لكن السادة ده كله كتبت عليه اهو مانال سليمان وميلانو وبرضو دي الصورة بتاعت ميدان الدوم برضو من كيكو كان الفاونديشن بس للأسف اللي كان نازل عليه عرض مش كل الارقام اللي انا يعني تنفع معايا او احطوا مع مثلا كونسيلر افتح او احطوا مع فاونديشن افتح ده كلكوا عارفين وكل الناس اتكلمت عنه اللي هو 2 in 1 هو كونسيلر وفي نفس الوقت فاونديشن عاز اقول لكم انا اجربته هناك في الرحلة بس ونزلت بيه فظيع وثابت ومش بيخطط روع 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 يا رب بردو اللي هو جل الحواجب كل الناس شكرت فيه جبت رقم زيرو فور على بني غامق كده اهو وجبت كمان زبدة الكاكاوت دي زبدة الكاكاوت اللي بول دي طعم الكريز وطعم التوت دول بردو دول نازلين لسه جديد بارقامهم زيرو فور وزيرو تري دي جبت واحدة الراشروش وواحدة ليا واحدة الاختي وواحدة ليا هي بقى تاخد اللي هي عايزة الشنط دي جبت منها من روما وجبت من من فلورانسا وجبت من برج بيزا الشنط دي انا من هويات بتعارفيني الشنط هي الشنط العادية دي عجبتني جدا دي شنط قماش على فكرة بصوا اهي لونها لفت نظري بسستة حلوة قوي نقدر نحط فيها مثلا ترمس تكوني نزلة رحلة فتحطي فيها ومن جوة مشمع تقدري لو انت في مصيا فتحطي فيها فوطة حطي فيها موبايلك حكتك الشخصية لو نزلة مشوار صغير ودي مكتوب عليها روما دي كانت من روما يبقى عندي من روما وعندي من برج بيزا ودي برضو من روما اعتقد دي حد ديها الرشوش اهي مكتوب عليها كل معالم ايطاليا برضو قماش عاملة زي الخيش كده وفيها سستة تقدر تحط فيها حاجات الولاد لو هي رايحة عند روما او حاجة شكلها حلوة اوه واخر حاجة كانت من ميلان زي ما اتفقنا ان احنا كنا عايزين نروح قوي 3 في ميلان لكن الناس كلها قالت لا احنا احنا روحنا قوي 3 في فلورنسا احنا عايزين نروح بريمارك بريمارك طبعا زي ما قلتلكم مكان حلو جدا ومعروف اوعوا تفوتوا بريمارك لو سافرتوا لنن او ايطاليا او موجود اعتقد مش هارفة موجود في تركيا ولا لا اللي راح تركيا يكتب لي بريمارك موجود فين هو موجود في اكتر من دولة بس المشهورين قوي ايطاليا ميلان مش مش ايطاليا يعني روحت روما وروحت فلورنسا مش موجود موجود بس في ميلان ولندن اخر يوم كانت الفلوس خلاص على الجانت زي ما بيقولوا ما كانش معايا خلاص فلوس لكن قلت يلا لو بازت الميزانية مش مشكلة نحاول نزبطها بصراحة البلوفر ده انا جبته للشغل اهو ده بلوفر بيج عادي بلوفر بس سعره ايه ايه السعر الهبل ده يعني حوالي تلاتة دنار تلاتة دنار يعني مئة وخمسين جنيه وعايز اقولكو فطوف جميل جدا ده مش هتلاقيه في مصر بالسعر ده اصلا البانتالون ده بانتالون جلد واسع من تحت وباسدك اهو كان نفسي في بانتالون جلد مش قادر اقولكو قادر لكن كل ما روح اشتري يبقى فت قوي من عند الرجل او ماسك فمبين الجسم فالهو ماينفعش كل الكويت فيها بانتالونات جلد فيها جبات جلد لكن ياما بجبات الجلد وسيارة قوي ماينفعش حتى معبوط مش هينفع بتبقى اقصر مما تتصوري فالبانتالونات الجلد بتبقى فت اللي هي عاملة زي الستريتش وده ماينفعش معايا برضو كل البراند مكتوب عليه اهو يا رب يكون واضح بري مارك انا من الولاد سويترات سويترات حلوة جدا وارخيصة جدا يعني لو انت حابة تشتري لولادك سويترات ونزل على سفر بري مارك على طول بري مارك بقى حاجات من بري مارك البيوتي بلندر دي الرموش دي برموش ودي بيوتي بلندر والبوك الجميل دوت لسه ده هيكون برضو هدية من الهدايا اهو شكله حلو قوي برضو مكتوب عليه بري مارك هنا من جوا اهو ودي بقى اللي حصرت فيها كارثة دي لو تشوفوها شكل الماك نزلت اي شادوهات باسم ماك جديدة بري مارك مقال داها بس للأسف وهي في الشنط وجيت افتحها لقيتها حواريكو زعلتني جدا 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 شايفينها تكسرت واحد اتنين لما جيت افضيها للأسف اهو كانت اهو من نفس اللاين جبت الجلوس والهايلايتر الجلوس والهايلايتر بتاعهم وفاونديشن برضو بي اس هي اصلا دي باربع يورو اهي والجلوس كان باربع يورو برضو نفس اللاين بتاع الشادو هعملكوا ان شاء الله لوك كامل بالحاجات دي كلها ونعرف منتجات بري مارك و الفونديشن بتاعهم اهو انواع كتير واشكال كتير وحاجات تحفة 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 اشتريت كمان من حل معروف اوي في ايطاليا اسمه او بي اس ده بيبيع هدوم وملابس اه تقال جدا ده بلوفرين وبكده اكون خلصت جزئين المشتريات من السكين كير والميك اوب والنصايح اللي قلتها لكم وانتوا رايحين فرنسا ورايحين ايطاليا يا رب ومشترياتي تكون عجبتكم واردت فتكم يعني وادرت فتكم بحاجة وما تنسيش لو عجبك الفيديو تعمليلي لايك وكمان تعملي اشتراك لو لسه ما عمديش اشتراك وكمان تروحي على انستجرام تعمليلي فولو وعلى الفيسبوك تعملي فولو او تنسي الفولو على سوشيال ميديا عشان نتواصل دايما مع بعض ويكون بينا حوارات كتير وكلام كتير ونستفاد من بعض كتير وما تنسيش كمان تروحي على الفيسبوك منتجات موني ستايل من الطرح والبندانات والشفونات اللي عملتها جديدة يا رب بتكون منتجات كمان موني ستايل بتنال اعجابكم بحبوكو قوي واشوفكم في فيديوهات تانية كتير واشوفكم على خير باي باي